مسألة الانتقال الطاقوي والاعتماد على الطاقات البديلة ولإطراء النقاش ورحبوا بضيفي عبر خدمة سكايب الدكتور مفلاح عيسى خبير في الطاقات المتجددة مرحبا بك دكتور عيسى عندما نتحدث على الانتقال الطاقوي مع التحولات الجو سياسية في العالم هل أخرت الحروب والأزمات الجو سياسية مسألة الانتقال الطاقوي بعودة الكثير من الدول للوقود الأحفوري والغاز وحتى البترول والفحم بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير سيدي الكريم إذن فعلا السؤال هو لماذا التوجه نحو الانتقال الطاقوي معي وخاصة في الجزائر الكل لا يعلم أن الجزائر تمتلك إمكانياتها إلى الطاقات المتجددة والتي تتمثل في الطاقة الشمسية طاقة الرياح طاقة الجيو حرارية إلى آخره فمثلا تمتلك الجزائر واحد من أكبر الحقول الشمسية في العالم حيث أن مدة إشاعر الشمسية هي كبيرة جدا مقارنة بالدول الأوروبية ولذلك هذا أول سبب يجعل الانتقال الطاقوي أو نحو الطاقات المتجددة هو ضرورة حتمية على عكس الدول الأوروبية التي لا تمتلك إمكانية مماثلة لكنها الآن تعتمد على الطاقات المتجددة لتلبية نسبة كبيرة من احتياجتها هذا يقودنا للحديث عن التحديات أيضا من أسباب الانتقال الطاقوي والذي يفرض حتميته حاليا هو التحديات الاقتصادية حيث نبدأ مثلا بذكر نظوم الاحتياطات من الوقود الأخفوري حيث تمتلك جزاء الاحتياطات كبيرة كالغاز الطبيعي والنفط لكنها ليست غير محدودة ومن المتوقع أن تنظبها هذه الاحتياطات خلال العقود القادمة مما سيؤدي إلى نقص الطاقة وارثباء الأسعار إضافة إلى اعتماد كبير على صادرات الطاقة كمصدر رئيسي للصادرات واصل واصل في نفس الفكرة أستاذ عندما نتحدث عن مسألة الانتقال الطاقوي ندرك أن الجزائر لها مكانة كبيرة في مسألة الانتقال الطاقوي هناك إمكانيات كبيرة من طاقة الرياح إلى الطاقة الشمسية مسألة الانتقال الطاقوي ألا تعتقد أنها ستكون أسهل بالنسبة للدول التي تمتلك هذه الإمكانيات في الفترة المقبلة؟ فعلا صحيح هنا لماذا حددت منظمة الأقوبيك من الانتقال الطاقوي والاعتماد على بديل أو سلوك مسألة واحدة في الانتقال الطاقوي وهذا يرجع إلى عدة أسباب أولها التنوع في احتياجات الدول حيث تختلف احتياجات الدول في مجال الطاقة بشكل كبير يعني اعتماد أدعاءها مثل الحجم السكاني لحيث أن الدول ذات الكثافة السكانية العالية لديها احتياجات أكبر من الطاقة مقارنة بالدول ذات الكثافة السكانية المخافضة وأيضا المستوى الاقتصادي حيث أن الدول ذات الاقتصادات المتقدمة لديها احتياجات أكبر من الطاقة مقارنة بالدول ذات اقتصادات النامية وأيضا هناك التكلفة حيث نوع التقنية المستخدمة في تقنيات الطاقة المتجددة هي أكثر تكلفة ويجب التحكم في التكنولوجيا إضافة إلى عوامي الموقع الجغرافي وأيضا حجم المشروع وبالتالي ترى منظمة أوبيك أن أفضل طريقة للانتقال إلى الطاقة المتجددة هو اتباع نهج شامل يأخذ في الاحتفال احتياجات الدول الفردية وتكاليف تقنيات الطاقة المتجددة وحتى أيضا المخاطر المرتبطة بها وتقنيات الناشئة وهناك يعني العديد من الطرق لانتقال إلى الطاقة المتجددة في بعض الدول طبعا من أهمها زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة بتوليد كهرباء تحسين كفاءة الطاقة في جميع القطاعات وأيضا تغيير أنماط استهلاك الطاقة وبتالي هنا فإن الانتقال إلى الطاقة المتجددة يجب أن يكون انتقال سلس طبعا في طبيعة الحال مدروس لأنه يتطلب نهج متعدد الأوجه أستاذ مفلاحة ربما في نفس السياق كيف يكون هذا الانتقال السلس؟ ما هي الآليات ربما أو المناخ الملائم لهذا الانتقال السلس؟ بما أن هذا الملف أخذ أبعاد أخرى بالنسبة للنقاشات للدول والاقتصاديات الكبرى في العالم فعلا صحيح هناك من أجل تحقيق انتقال طاقوي هذا انتقال طاقوي السلس هنا تأتي دور الغاز الطبيعي في انتقال طاقوي حيث يجمع كل الخبراء والمختصين على أن استعمال الغاز حاليا هو يعتبر القاطرة الأساسية من أجل تحقيق انتقال طاقوي يعني من نحو الطاقات المتجددة إلى من نحو الطاقات المتجددة وهذا لعب أسباب الغاز الطبيعي أولا هو يشكل مصدر الطاقة الرئيسي يعني خاصة في جزائي بنسبة 65% في حين يمثل النور فقط 35% إضافة إلى معلومة مهمة يعني هو الغاز الطبيعي هو المصدر الأساسي لإنتاج الكهرباء بما يعادل 99% هذا أيضا يسهل عملية الانتقال الطاقوي نحو الطاقات المتجددة أيضا هناك نقطة هي أهم لماذا يعني يعتبر دور الغاز الطبيعي لانتقال طاقوي مهم وهو تأثيره المحدود على البيئة نتيجة ضعف انبعاثته من الكربون مقارنة مع الطاقات السورية الأخرى حيث يفلل الغاز الطبيعي نفسه كأحد أنظف موارد المحروقات وهو بالتالي الأقل تلويثا مما يؤهله لأن يلعب دور حيث في سياق الانتقال الطاقوي العالمي نحو الطاقات العظيفة هل سيكون الفاعل الأساسي في الانتقال الطاقوي؟ هناك من يؤكد أن الغاز سيكون له دور أكبر في الفترة المقبلة إن أرادت الدول وبحثت عن انتقال طاقوي سالس رغم ما أفرزته الحرب الأوكرانية وكذلك مسألة العقوبات على الغاز الروسي الكل آن يبحث عن الوقود الأحفوري لازال هناك دور للوقود الأحفوري لازال هناك دور مثلا للفحم للطاقة النووية ألا تعتقد أن الغاز سيلعب هذا الدور في العشرين والذين سنة المقبلة؟ فعلا سيلعب الدور كبير جدا في سنوات المقبلة خاصة من هنا إلى سنة 2040 حيث سيزداد الإنتاج سيزداد الطلب على الغاز إلى نحو 26% في 2050 وتقدر حصة الغاز الطبيعي حاليا بما يزيد قليلا عن 23% من المزيج الطاقوي العالمي وبالتالي يجب استغلال فرصة التزايد على طلب الغاز في المرحلة المقبلة أو في عشرين سنة المقبلة في العشرين سنة المقبلة أستاذ انفلاح دائما في نفس الصياغ وقمة الغاز ستأخذ حيث بالنسبة لملف الانتقال الطاقوي كذلك ربما ماذا سيكون بالنسبة للخبراء وبالنسبة للفاعلين الأساسيين المنتجين للغاز فيما يخص الانتقال الطاقوي ندرك أهمية الغاز ندرك أهمية الصادرات بالنسبة للدول الكبرى المنتجة للغاز كالجزائر ربما ما هي السياقات التي سيتحدث عنها الخبراء وكبار المنتجي الغاز الطبيعي في قمة منتدى الغاز بالجزائر فعلا يعني هذه القمة قمة الدول المستدرين للغاز يعني صراحة تأكي في وقتها المناسب جدا حيث ستكون فرصة لبحث الحلول والاختلالات التي يشهدها حاليا السوق الطاقة العالمي لأنه الطالب على الغاز كما قلنا في السنوات المقبلة سيزداد بطريقة مرتفعة يعني بالرقام مثلات وشيء إعصائيات إلى أنه سيزداد بنسبة 1.1% متوسط سنوي وهذا المعدل يعود إلى الطلب العالمي المتزاير على الغاز والذي يصل إلى ما يقارب 700 مليون طن في عام 2040 وذلك لأسباب متعددة أهمها يعني أخرا الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت بنقص حال في تموين الدول الأوروبية من جهة أخرى الدول الأوروبية هنا تحضر إلى ما بعد سنة 2035 يعني تحضر إلى السعي نحو البحث عن بديل الغاز من خلال اعتماد على الطاقات متجددة كبدائل للطاقات الأخذرية وبالتالي هذه القمة هي فرصة للتخطيط والتناسق لوضع استراتيجي في السنوات المقبلة يعني من أجل البقاء في السوق العالمي وهنا نأتي يعني لدور الجزائر دور الجزائر يعني أكيد سيكون دور مهم وفي السوق الطاقات العالمي بالنظر لموطعها الاستراتيجي الذي جعلها مموناً هاماً لأوروبا بالإضافة إلى إمكانيات جعلها مستقبلاً رابط بين إفريقيا وأوروبا في تصدير الغاز إفريقي عن طريق مشروع نبيب الغاز العابير للصحراء المنطلق يعني مثلاً من نيجيريا أيضاً إضافة إلى اكتشافات الغاز مؤخرة في كل موريطانيا وسينيغال ومزنبيق صادراتها مستقبلة وهنا يعني هناك دول أخرى مثلاً مثل مثل قطر وجزائر وميجيلي التي تشكل حل صحري لمشكلة أزمة نقص الغاز أو طلب الغاز في أوروبا وهنا يعني الجزائر يعني يجب أن تلعب دوراً مهماً في يعني تدخل والتنسيق بشكل عمل المنسى لعقد صفقات يعني وليس عاد لعقد صفقات يعني بشكل فردي وإنما عقد صفقات اجتماعية ورابط المشترك لتغطية النقص وأيضاً تلبية احتياج السوق الطاقة العالم أستاذ بفلاح عيسى في نفس السياق انتحدث الآن عن مسألة مهمة وهي أن الحروب والأزمات الجو سياسية ربما أخرت مسألة الانتقال للطاقة وهل نتفق مع هذا الطرح بما أن هناك العديد من الدول وجدت نفسها محاطة وتبحث عن أسعار للغاز في السوق الحرة وفي السوق السوداء كبديل للغاز الروسي ألا تعتقد أن الحرب الأوكرانية والأزمة في اليمن مثلاً والأزمات المفتعلة هنا وهناك ستؤخر مسألة الانتقال الطاقوي وستعود بالدول الأوروبية الكبرى والاقتصاديات الكبرى إلى الوقود الأخفوري الكلاسيكي الفحم عاد بقوة في الفترة الأخيرة فعلاً هنا لا يمكن إنكار مثلاً الوقود الأخفوري ودوره الهام أو دور النفط والغاز إلى آخره يعني كل مورد طاقوي هنا لديه نسبة أو لديه دور فعال في المسيج الطاقوي العالمي وبالتالي لا يمكن إنكار أو استعمال مزيج نوحة وإهمال المصادر الأخرى وبالتالي هنا نحذر من انتقال الطاقوي بين الليلة وظرحها نحن نريد انتقال طاقوي سليس في الجزائر أو حتى في دول العالم وهنا أيضاً الدور أو التأثير على الانتقال الطاقوي في الدول هو نسبي يعني مثلاً إمكانية مثل ألمانيا تنتهي إمكانية ضخمة في انتقال طاقوي وهي أيضاً تتحكم فيها في استعمال الطاقات متجددة ولديها نسبة كبيرة جداً تعتمر عليها من قلال منتوج أو احتياجاتها من الطاقات متجددة في احتياجاتها الداخلية نعم احتياجاتها الداخلية أستاذ مفلاح عيسى بالنسبة للجزائر ربماً هي الأولوية بالنسبة للإستثمارات للطاقات المتجددة هل في طاقات شمسية قبل طاقات أخرى مثلاً؟ والله صراحة يعني بالنظر الإمكانية يعني هذا يتوقف على الإمكانية الحالية الإمكانية الحالية كما هو معروف يعني الجزائر تمتلك حق الكبير كما قلنا من قبل الحق الكبير في الطاقة الشمسية وهو ما يتجه يعني نستعمل الطاقة الشمسية في بداية الأمر وأيضاً هناك أيضاً طاقة الرياح هناك مناطق كبيرة جداً يعني تمتلك كمون هائل من طاقة الرياح يمكن أيضاً استقلالها بالإضافة إلى كفاءة الموجودة يعني كفاءة كباحثين كمختصين في المجال يعني يمكن المساهمة بشكل فعال في تطبيق البرنامج الطاقات المتجددة المستطرة من خلال الدولة والذي يهدف إلى وصول إلى 15 جيجاوات كبير و35 نعم سؤال آخر أستاذ مفلاح عيسى هل تقل تكلفة التكنولوجيا الطاقات المتجددة وهل هناك علامات على أن الطاقات المتجددة ستقل تكلفتها في السنوات المقبلة نظراً لإكتشافات والمجال الآن مفتوح العديد من الدول وبراءات الاختراع ظهرت في الفترات الأخيرة جلها في الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية يعني فعلاً كما قلت في التحديات التكنولوجية يعني كمختص في هذا المجال هناك انخفاض تكلفات الطاقة المتجددة بشكل كبير جداً في السنوات الماضية حيث مخفضت تكلفة الطاقة المتجددة بشكل كبير مما يجعلها أكثر تنافسية مع الوقت الأحباري أيضاً هناك تطور لتقنيات الطاقات المتجددة يعني مثلاً مردود خلية شمسية لم يكن كما كان في سنوات الثمانينات مثلاً يعني هناك تطور وتحكم أكبر في تقنيات الطاقة المتجددة الكبير مما يعني يجعلها أكثر تنافسية أكثر كفاءة وأكثر موثوقية وهنا أيضا نشير إلى عامل آخر وهو يعني موضوع السعاء وهو الهيدروجين الأخضر بالتالي هنا الهيدروجين الأخضر المنتج عن طريق مصادر الطاقة المتجددة سيكون يعني منافس كبير لسعر الغاز الطبيعي في أوروبا وبالتالي هنا يعني الحديث عن التوجه نحو الطاقة لتطوير مجال الهيدروجين الأخضر بطبيعة الحال يأتي بعد تطوير مجال الطاقات المتجددة ويصبح السعر يعني منافس في السوق العالمي أستاذ عيسى مفلاح الخبير في الطاقات المتجددة شكرا جزيلا لك